مطالبة الحكومة العراقية بتقديم استقالتها هذا ما خرجت به الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة الوضع في محافظة البصرة بحضور رئيس الحكومة حيدر لعبادي ووزراء الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية والاعمار والاسكان وكذلك محافظ البصرة وبعد سلسلة من التساؤلات وانتهاء الجلسة خرج تحالف سائرون الفائز الاول في الانتخابات ومن بعده تحالف الفتح في مؤتمرين منفردين وبمطلب واحد هو استقالة الحكومة الحالية تحالف سائرون يطالب السيد رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية لتقديم استقالتهم والاعتذار الى الشعب العراقي نطالب باستقالة رئيس الحكومة ووزرائها وتقديم استقالتهم فورا وان يتبنى ان تتبنى الكتل السياسية الاسراع في عملية انتخاب الرئيس ونائبيه وتشكيل حكومة قوية عادلة قادرة تستطيع ان تقدم حلولا حقيقية للبصرة اولا ولجميع محافظات العراق ثانيا يأتي هذا بعد انشهدت الجلسة الاستثنائية تبادل الاتهامات بين الحكومتين المحلية والاتحادية بعدم صرف التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع والاكتفاء باطلاق الوعود فيما اتهم نواب الحكومة بتقديم التبريرات دون الحلول الستراتيجية اعلن ان هناك مبالغ صرفت واطلقت مبالغ المحافظة في البصرة السيد المحافظ يقول لم تصني اي مبالغ من المبالغ اللي يطلقها السيد رئيس وزراء وبالتالي هذا قضية خطيرة اليوم اذا ماكو تنسيق بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية اعتقد اقرأ على العراق السلام وبهدف اعادة السيطرة على الوضع في البصرة وتفادي عمليات الحرق للمقرات المحلية والدولماسية كما حدث مع القنصلية الايرانية قامت سلطات بغداد بارسال قطاعات اضافية الى هناك وفرض حضر للتجوال واعتبرت ان اي احتداء على المواقع الحكومية هدف لها فيما اقالت قائد عمليات البصرة عدم قناعة مجلس النواب باجوبة رئيس الحكومة ومن معه من وزراء في هذه الجلسة الاستثنائية تمخض عن شبه اجماع برلماني للمطالبة باقالة الحكومة الحالية تحسين طه قناة سيجيتيان العربية بغداد